سجلت محافظة صلاح الدين خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات بكافة أشكالها ارتفاع صاحبه الكثير من الآباء التي باتت تؤرق الأهالي توصل سعر البيوت بالشهر يأخذون 700 أو 800 توصل للمليون إذا بيت شبير المحل كذلك يوصل المحل بالشهر بالسنة يوصل 5 ملايين و6 وترجع أسعار العقارات المرتفعة إلى عوامل عدة أهمها الفوضى العارمة التي حصلت بعد عام 2003 والفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة ومجال استثمار العقارات علاوة على نزوح أعداد كبيرة من عوائل بعض المحافظات إلى صلاح الدين نتيجة الوضع الأمني غير المستقر والعنف الطائفي نحن هنا كمحافظة صلاح الدين قضاء بلد لدينا الكثير من العوائل النازحة عندنا عشرات بل مئات من العوائل اللي جاية من خارج القضاء ساكنة مدينة بلد خطيئة ذولة أكثريتهم جاين نازحين وبيوت معدهم فيردون إيجارات بأي ثمن الأصحاب الأملاك استغلوا هذا الجانب وفيما يبرر أصحاب العقارات ارتفاع الأسعار بالانفتاح الاقتصادي والتكلفة الكبيرة التي يتطلبها بناء الوحدات السكنية يرجع أخرون ارتفاعها بشكل غير مسبوق إلى عدم وجود قوانين حكومية تنظم الأسعار وعدم متابعة الجهات الحكومية لهذا الملف أو محاولتها إيجاد حلول لها يجب على الحكومة العراقية تضع فد شروط معينة برنامج ضريبة مثلا فد حل حل بحيث لصالح الطرفين لا يضر أحد الأطراف سواء المالك أو المملوك المؤجر أو المستاجر ويبقى المواطن في محافظة صلاح الدين الضحية الأولى والأخيرة لفساد استشراف في البلاد إلى أن باتت أسعار العقارات فيها تناطح السحاب